السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله أخواني الكرام أهلا بكم في قناة طريق المعرفة سنتكلم اليوم عن الكلا في جسم الإنسان وأهميتها ووظائفها يمتلك جسم الإنسان كليتين تقع كل واحدة منهن إلى الجانب من العمود الفقري إلى الأسفل من الحجاب الحاجز وإلى الخلف في التجويف البطني يتم تشبيه الكلية بحبة الفاصلياء وعند مقارنة الكليتان تجد أن الكلية اليمنى أكبر بالحجم قليلا وتكون إلى الأسفل بشكل أوضح مقارنة بالكلية اليسرى وذلك بسبب تواجد الكبد إلى الأعلى من الكلية اليمنى تقوم الكليتان بالعديد من الوظائف الضرورية لجسم الإنسان فما هي أهم وظائف الكلية؟ أولاً إن وظيفة الكلية الأساسية هي الحفاظ على التوازن داخل الجسم من خلال التحكم بكمية السوائل ومعادلة الأملاح داخل الجسم وتخليص الدم من الفضلات ثانياً إعادة امتصاص المواد الغذائية من الدم تعمل الكلية على إعادة بعض المواد إلى الجسم ومنها الكلوكوز، الحموض الأمينية، البكربونات، الماء، وبعض المعادن كالسوديوم، الفوسفات، والبوتاسيوم، وأيضاً الكلوريد، والمغنيزيوم ثالثاً الحفاظ على درجة الحموضة في الدم وأي خلل في درجة الحموضة يؤدي إلى زيادة حامضية أو قلوية الدم مما يؤدي إلى مشاكل كثيرة ويتم التعاون بين الكلية والرئة للحفاظ على النسبة الطبيعية للحموضة ويكون دور الرئتان بالتحكم بمستوى ثاني أكسيد الكربون أما بالنسبة للكلية فهي التي تتحكم بنسبة البيكربونات وآيونات الهيدروجين بالتخلص منها أو إعادة امتصاصها وبالتالي توازن الحموضة رابعاً المساهم في تنظيم ضغط الدم بحيث أنه في حال ارتفاع ضغط الدم عن مستواه الطبيعي تعمل الكلية على إنتاج كميات أكبر من البول وبالتالي تقلل حجم الدم وضغطه خامساً المساعدة على تصنيع خلايا الدم الحمراء تفرز الكلية هرمون يسمى الإيثروبويتين المسؤول عن تصنيع خلايا الدم الحمراء في نخاع العظم تادساً المحافظة على صحة العظام تقوم الكلية بتحويل فيتامين دال إلى الشكل النشط الذي يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على نسبة الكالسيوم والفوسفاء وبالتالي المساعدة في النمو العظام والحفاظ عليها وإليكم بعض النصائح للحفاظ على كليتك أكل غذاء متوازن بإكثار الخضار والفواكه والتقليل من الأملاح ويجب أيضاً التقليل من السكريات للتخفيف من خطر الإصابة بأمراض الضاط والسكري التي تؤثر سلباً على الكلية الإكثار من شرب الماء لتقليل خطر الإصابة بحصى الكلة والالتهابات الكلوية بحيث ينصح بشرب ستة أكواب يومياً أخذ الحذر عند تناول الفيتامينات فقد يؤدي الإفراط في أخذها إلى التأثير سلباً على الكلة وعدم تناول العشاب دون اللجول استشارة الطبيب عدم شرب الكحول وتجنب التدخين عدم الإفراط في تناول المسكنات الدوائية ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة إلى ساعة خلال خمسة أيام في الأسبوع على الأقل وينصح أيضاً بتناول الزنجبيل